الأسبوع هذا سنبدأ سلسلة جديدة سميتها الحق المحرر المغير للحياة أو حقائق أساسية مغيرة للحياة وأنا سأصلي كم أسبوع مشغول في هذه السلسلة طبعاً الكتاب المقدس مليء بحقائق صح؟ الكتاب هو الحق وكلمة الله حقائق كثيرة صح من الجلد للجلد كله حقائق وكلها حقائق مهمة قولوا أمين لأنه هي كلمة الله لكن بعض الحقائق حقائق أساسية مهمة جداً وبعض الحقائق حلو تعرفها بعض الحقائق حلو تعرفها بس مثلاً سفر الرؤية مو مهم جداً جداً أنه تعرف الفرس الأحمر شي يسوي والش يعني والفرس الأسود والفرس الأخضر مو مهم تعرف عن الجامات السبعة إذا أحد سامع عنكم عن الجامات السبعة والملائك السبعة والضربات السبعة وملائك على نهر الفرات يعني مو شرط تعرف تفاصيله ممكن تكتفي جالس على فرس أبيض تعرف من هو يسوع كافي بس أكو حقائق مهمة مهم جداً تعرفها مهم جداً أي مؤمن في الكنيسة مهم يفهمه ويطبقه ويعيشه لأنه إذا عاش حياة الإيمان رح تكون حياة غالبة ومنتصرة ومثمرة تقولوا حياة منتصرة غالبة ومثمرة أمين واليوم رح نبدأ في أول واضح في هذه السلسلة مواضيع مختلفة لكنها حقائق مغيرة لحياتي لحياة كل مؤمن تكلم اليوم في موضوع الغاية من الألم الغاية من الألم مرات كثيرة نتساءل مرات كثيرة نتساءل ليش عايشين نحن في وسط جيل مليان بالألم جيل مليان بعدم العادل منو يأيدني عايشين في عالم مليان بالألم وبعدم العادل وإذا كان سؤال سؤال إذا كان الله لديه القدرة عنده القدرة أن يخلصنا من الألم سؤال أنا دا أسأله ليش ما دا يخلصنا الله عنده القدرة هو قادر هسرنا منه هو قادر قدير يستطيع كل شيء ولا يأثر عليها أمر إذا كان الله عنده القدرة أن يخلصنا من الألم ليش ما يخلصنا الله أكيد عنده القدرة أن يخلصنا من الألم لكن لازم نعرف أن الله عنده غاية من الألم قل له لي أمك غاية من الألم في عمال الرسل أصحاح التاسع عدد خمسة عشر إلى شفة عشر الرب قال عن بولوس قال لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك لأني سؤالي كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي أو كم يجب أن يتألم من أجل اسمي أو بالعراقي كم لازم يتألم من أجل اسمي لاحظوا بولوس مر بكثير من الألم لكن في النهاية قال كل شيء مريت وبينه الله كان عنده غاية كان عنده قصد من هذا الألم في كورونثوس الثانية صحح 12 عدد 7 بولوس الرسول قال ولألا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد طبعا الشوكة في الجسد مو كل واحد يعرف علماء الله وتنقسموا علي البعض يقول أنه كانت مرض أنا وبعض العلماء الآخرين أنا مو عالم بس أنا من ضمن الناس اللي ما أعتقد أنه كان مرض لكن كان اضطهاد ثلاث مرات بولوس صلى حتى إلى الله حتى يروح هذا هذه الشوكة في الجسد حتى تروح لكن الرب قال له تكفيك نعمتي وأنا يعني دائما أنا سوي السيناريو كأنه بولوس قال له يا رب ليش دا تسمح كل مرة أن أوعظ أنظر يعني هاي من عندي ثلاث مرات كل مرة أوعظ كل مرة أنزل من المنبر أنظر ورب جاوب رب جاوب قال له حتى تتكل علي تماما حتى تعتمد علي تماما في رسالة بطرس الأولى الصحاح الرابع رح نطلع على المونيتر إذا ما عندك كتاب مقدس يقول بطرس يتكلم يقول أيها الأحباء لا تستغرب البلوة المحرقة التي بينكم حادثة ليش لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب بل كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا لما نشترك في ألام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين إن عيرتم باسم المسيح فطوبة لكم نعيد إن عيرتم باسم المسيح طوبة لكم ليش لأن روح المجد والله يحل عليكم لأن روح المجد والله يحل عليكم هذا المقطع لمع أمام عيوني قبل حوالي ست أشهر كنت دامور في ظروف صعبة جدا مشاكل من كل جانب ناس كثيرة في الكنيسة مرضى بأمراض صعبة ولحظوا بوتروس يقول أيها الأحباء لا تستغربون البلوة شنو النوع البلوة المحرقة يعني واضح إن البلوة قوية صعبة لا تستغربون البلوة المحرقة التي بينكم حادثة وكانه بولوس يقول ليش دا تستغربون كان هذا الشيء غريب حصل لكم أنتم ماذا تعرفون أن يوم ما قبلتم الرب يسوع أنتم وقعتوا للإنضمام إلى الجيش وأنتم رح تدخلون في حرب هل توقعتوا أن كل شيء رح يمشي سهل تعرفون يمكن البعض من عندنا يستغرب لما لما يمر في ظروف صعبة لأن الإنجيل اللي تعلمه أنه لما تيجي للرب كل شيء رح يمشي سهل منه سامع هذا الكلام تعال للرب وكل أمورك رح تصير تمام ورح تعيش حياة رائعة لغاية ما رح تروح للسماء كثير من أدنى سمعنا كثير هذا الكلام ويمكن يمكن ولا واحد شرح لك عن ثمن تبعية يسوع ولا واحد شرح لك عن ضرورة أن تكون تلميذ ضروري تدفع الثمن ولا واحد شرح لك أنه من يوم ما تبعت الرب يسوع أنت دخلت في حرب روحية لاحظ قبل ما كنت تدفع يسوع ما كان أكو ضرورة للشيطان أن يحاربك صح لأنه أنت كنت من جماعته يعني قبل ما تقبل الرب يسوع ما كان أكو داعي للشيطان أن يحاربك لكن لما أنت تبدأ تدفع يسوع عندها العدو رح يبدأ يهاجمك ترف لما تلعب كرة قدم من هو يلعب كرة قدم كثيرين كبار بطلين عندهم كرش فما يقدرون يلعبون زايد لعب كرة قدم وأوس مشجع كرة قدم ترف لما لما تلعب كرة قدم وانت مدافع لو انت يعني خسران فريقك خسران 4-0 أوكي تخيل يا إما خسران أو متعادل وانت تلعب دفاع في ملعبك يعني انت خسران 4-0 ولذا تلعب ويدفاع طب 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 فريق الخصم رح يهمه غالبك 4-0 خلص إلعب رح تدق لهذا وانت خسران 4-0 بس شوية تقدم للأمام اطلع خط الوسط رح تبدي شوية تواجه مقاومة اطلع شوية على خط الجزاء رح تواجه خصم عنيد ويدا ما قدر يوقفك رح يعثرك حصل فاول ويوقفك حتى ليش حتى ما تجيب علينا قول نفس الشيء في حياة الإيمان أول ما أبدأ أتبع الرب رح يصير عندي خصم عنيد اسمه إبليس وكل ما بلشت أخدم الرب بحماس كل ما زادت الحرب ضدي سمعوني كل ما خدمت الرب بحماس أكثر كل ما زادت الحروب ضدك لهذا بطرس يقول للكنيسة في بطرس الأولى صحاح الخامس يقول لأن إبليس خصم أصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو تعرفون نحن نسمع هذا الكلام لكن ولا واحد من عندنا ياخذ الموضوع بجدية صح لأولا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا بس أريد أقول كم واحد من عندنا لما يصحى الصبح يقول أنا راح أراقب تحركات يعني قبل أول ما تصحى قبل ما تفرج سنونك قبل ما تغسل أنا راح أراقب خطوات وتحركات العدو بحرص وراح أقيد العدو باسم الرب يسوع من يسوي الشكل ولا واحد بس نحن نعرف عندنا عدو ونعرف أن العدو متربص لنا محضرنا أجندة شون راح يحارب بي ورغم نحن نعرف بس نحن نعرف معلومات بس ما نحرص ما نقيد العدو حباي لازم تعرفون أنه بقدر ما أنا راعي الكنيسة أريد أريد من عدكم أنه تحبون يسوع قلوا نحب يسوع وتتبعون يسوع وتخدمون يسوع بقدر ما أنا راعي الكنيسة أريدكم تحبون تتبعون وتخدمون بنفس القدر عدو الخير يريد يشوشكم تشويش وريد يجربكم وريد يخليكم تبتعدون علينا يسوع ويملأ قلبكم بالشكوك ويخلي أسئلة في داخلكم وين الله وين الله ليش دمر في هذا الشيء هل الله يحبني هل الله يريد إلى الخير ليش أنا مبتلي بهاي البلوة عدو الخير يشتغل يوميا حتى يخليك تشوش حتى يخليك تبتعد عن الله حباي نحن في حرب قلوا لي نحن في حرب مو مع كردستان بشيلوا هذا الموضوع نحن ما عدنا أعداء أرضيين نحن في حرب روحية ولازم نكون مستعدين إلها قلوا أمين قريب تتخيلون وياي تخيلوا وياي جنود بالحرب جنود و ساحة المعركة جاء عليهم رمي وهم يعني سيدي ديرمون علينا رصاص حي شو تتخيلون القائد رح يجاوبهم يعني ديرمون صدق صارت صدق رح يقل لهم مش تتوقعون لما دخلتوا الجيش حياة العسكرية رح تكون يعني سهلة هات العسكرية الصعبة نحن في حرب ونحن لازم ندرك هذا لهذا بوتروس يقول للمؤمنين لا تستغربون البلوة المحرقة البلوة المحرقة كانت تشير إلى نيرون إمبراطور روما كان يصب زيت عليهم ويشعلهم حتى يضوون مدينة روما هو يتمتع وبوتروس يقول لا تستغربون أنه هذا يحصل لكم في إنجيل يوحن وصحة 15 الراب يسوع قال إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم إذا كان العالم ما يحبكم أعرفوا أنه ما يحبني أبغضكم عداكم اضطهتكم أعرفوا أنه هذا صار وياي لحظوا بوتروس يقول لا تستغربون البلوة المحرقة التي بينكم حادثة لأنها لأجل امتحانكم لأجل امتحانكم كنت لا أفكر بالامتحان لأن الكتاب بشكل واضح في مثل الزارة يقول أنه هناك البعض رح يسقط في الامتحان مثل الزارة قلنا أنه هناك البعض رح يسقط تعرفون أكو أشخاص في هذا المكان اليوم اسمعوني اليوم أكو أشخاص في هذا المكان مهما تكلمت وياهم صار لي ثلاث سنوات دا تكلم مع كثيرين من ذلك وكأن أرض طريق البدار مدى تخترق تربط حياتكم يمكن السبب أكو أسباب كثيرة يمكن السبب أنه انجرحت من شخص يمكن انظلمت كثيرين من عدكم مظلومين والمظلوم يمكن انضحك عليكم من ناس ساد ساد نفسك تعرفون أحد الأشخاص قال لي كلام صفن خلاني خلاني أصفا أحد الأشخاص وأنا لا أستخدم الجملة مالته أحد الأشخاص قال لي يبدو لي أنه في كل سنة أني أثق بناس أقل ومرات أفكر أنه من الأفضل أن أتعامل مع الكل على أنه كذاب حتى لا أحبط مش تتخيلون هذا نوع الأرض مالته يعني واضح أنه مظلوم مضطهد انضحك علينا بحيث صار ما يثق بأي شخص أرض طريق طريق لاحظوا في مثل الزارة مرات البذار تسقط على أرض شنو أرض طريق مرات البذار تسقط على أرض بسخرية ولأن هناك شوية تربة تنمو تنمو البذار في الحال تربق شوية لكن لأنه ليس لها أصل ليس لها جذور قوية الكتاب يقول أول ما التجارب تجي أول تجربة تجي أول أول ما الظروف تصير صعبة تموت في الحال تموت في الحال واليوم بعض الموجودين في القلاعة من هذا النوع البعض يرنم بحماس البعض يقول كم أنت عظيم يا رب ويهالة كم أنت عظيم يا رب تطلع من باب الكنيسة تتذكر مشكلتك أو تجي لك تجربة صعبة أول أول ما تطلع تبطل تقدر ترنم ولا ترنيمة أول ما تجي التجارب بعض الموجودين أرض طريقة بعض الموجودين أرض صخرية كثيرين من عدنا كثيرين من عدنا عايشين في العالم كأنه العالم يدور حوالين نفسي نفسي أوكي وبعدين نقرأ اليوم هالا استخدمت أيوب نقرأ أيوب واحد و نتسأل الشيطان دا يتكلم مع الله و دا يتناقشون عن أيوب والشيطان يقول لأله أيوب يحبك لأن أنت مبارك في كل شيء أنت مبارك ماطين عائلة رائعة مطين غينة وكرامة وصحة طبعا يحبك ارفع عنه عن هذه الأشياء ورح تشوف شون رح يلعنك والله يقول للشيطان لا أيوب مو بهذا الشكل أيوب يحبني حقيقة يحبني أوكي شيل من عنده هاي الأشياء وجرب أيوب وشوف لكن نفسه ما تاخذ بس خد من عنده صحته عائلته فلوسه وكنا نعرف القصة أنه أيوب خسر كل شيء كل شيء خسر أمواله خسر عائلته خسر صحته لكنه قال الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا هذي أرض صخرية هم شؤال هذي أرض طريق هذي أرض جيدة أكيد هذي أرض جيدة أنه رغم التجارب رغم التجارب أنا رح أضل أحب الرب اسأل نفسك هل إذا التجارب صارت أصعب عليك رح تترك الرب اسأل نفسك أحكيكم كنا قبل شهر في أمريكا في في مؤتمر وحذي القصص طلع حكا اختبار يعني قوي جدا كان راجع هو قسيس وكان راجع هو وزوجته من اجتماع صلى هم ماذا يرجعون بالطريق السيارة ده تمشي يمكن على سرعة 200 شخص مهوس شارب مخدرات ضربهم بسرعته وبسبب هذا الحادث خسر زوجته خسر رجله السيارة تفلشت ورجله تمزقت اضطروا ان يقطعوها خسر عينه واحدة من عيون خسرها عملوا له 45 عملية قاعد سنة كاملة بالمستشفى عملية ورا عملية عملية ورا عملية خسر زوجته عينه رجله لكن رغم كل اللي حصل له طلع المنبر يشهد عن صلاح الله رغم كل اللي حصل له لم يتزعزع قال يا رب انا راح اظل احبك وراح اظل اكرمك مهما حصل لي امين 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 اصدوا التجارب والامتحانات جيدة لانا دخلنا نعرف الحقيقية من المزيف صح لولا في عقوب الصح الأول عدد اطناش يقول الطوبة للرجل منه حافظ الآية وياه الذي يحتمل التجربة لانه إذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه نحظ يعقوب ديوازي ديوازي بالشخص اللي يحتمل التجربة ويمنه الشخص اللي يحب الرب الشخص اللي يحتمل التجربة والشخص اللي يحب الرب يعقوب يقول قموا نفس الشي نفس الشي الشيطان كانت يقول الله ايوب طبعا يحبك اعطيتك كل شيء لكن الله قال للشيطان لا انا رح اشوفك انه ايوب يحبني رغم التجارب هذه رح يمر بي لهذا الله يقول طوبة للرجل الذي يحتمل التجربة لانه رح اعطينه اكله لحياة لانه يحبني حقيقة لانه يحبني لانه بس لانه انا مت من اجل خطيانه لهذا يحبني مو يحبني لانه اعطيتونه اكو فرق لا يحبني لانه انا مت من اجل خطيانه لهذا هو يحبني احباي اسمعوني اسمعوني اذا انا اؤمن انه الله تجسد ومات من اجلي على الصليب ودفع ثمن خطياني فانا احب مهما حصلي من مشاكل هنا على الارض ليش لانه الله اعطاني اكثر مما استحق رحقول امرت الله اذا انا اؤمن انه الله تجسد ومات من اجل على الصليب وغفر كل خطياني دفع ثمن خطياني فانا احبه مهما حصلي من مشاكل هنا على الارض لانه اعطاني اكثر مما استحق بطرس الاولى قراءة اللي قرأناها صحاح الرابع يقول لا تستغربون البلو المحرقة لاجل امتحانكم بل كما اشتركتم في الام المسيح هاي بعض اصعب افرحوا يعني لا تستغرب اوكي امتحانه رح نعدينه اوكي بس اشترك في الام المسيح بفرح ان عيرتم باسم المسيح فطوبة لكم لان روح المجد والله يحد عليكم لاحظوا بطرس دا يقول للمؤمنين لا تستغربون الالم والاضطهاد اللي دا تواجهونه لكن افرحوا لما تشاركون المسيح في الامه افرحوا لما تشاركون المسيح في الامه ان عيرتم باسم المسيح فطوبة لكم لان روح المجد والله يحل عليكم ترى مرات مرات لما تخدم في مكان خطر لما تخدم في مكان خطر من اجل المسيح شوف انه السلام عجيب يغمرك وروح القدس ما لي حياتك امين كثير من ووقات الناس تجي لي تقول لي قسيس ماذا اختبر حضور الله يعني ماذا اختبر حضور الله لا انا رح اروح المؤتمر الفلاني انا رح اصعد على الجبل حلو جيد رح مؤتمر صلي خد خلوة لكن يمكن مو هذا هو الحل يمكن الحل انه خلال الاضطهاد وخلال التجارب روح الله وروح المجد يحل عليك امين سمعت اختبار عن مجموعة من المرسلين الكوريين هذولي كانوا كانوا في افغانستان وموسيكو قبل سنوات وكانوا مجموعة من 23 مرسل كانوا داي يصلون هذه الصلاة كانوا داي يقولون اذا كان شوف انت تقدر تصلي هذه الصلاة اذا كان قتلنا اذا كان قتلنا رح يجيب اليك مجد اعظم فليكن خد حياتنا منو من عندنا يقدر يصلي هذه الصلاة اذا كان قتلنا رح يجيب اليك مجد اعظم خد حياتنا كان اكو اخت بالمجموعة بالفريق الكوري كان اخت كان عنده كتاب مقدس اخذت الكتاب المقدس ومزقته وانطط لكل فرض من افراد المجموعة ال23 جزء من الكتاب المقدس قالت اذا فرقونا اكيد احتمال او احتمال يفرقونا فاخذ جزء من الكتاب المقدس حتى كلمة الله تكون وياك تعزيك وتشجعك طلبان لما لما مسكوا المجموعة سألوا سألوا منه قائد المجموعة رح نقتله منه مستعد قائد المجموعة رح نقتله راعي المجموعة قال انا انا لازم اموت انا راعي المجموعة بعدين الشخص اخر قال لا 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 انت ممرسوم بعدك ممرسوم صح راعي بس ممرسوم انا الشيخ في الكنيسة انا لازم اموت والقصة تقول انه قتلوا الاول قتلوا القص وقتلوا الشيخ وحاولوا يقتلوا من بعد بعدين جدت مجموعة من يعني سوا خطة ونجوا الباقين بطريقة او باخرى ما عرف شون وراحوا لكوريا ومرت سنوات لكن الغريب انه دول الاشخاص الناجين من قبضة طالبان كانوا كل مرة يجتمعون مع بعض قص راح والشيخ راح بقوا واحد عشرين وواحد كانوا يجتمعون مع بعض يصلون وكانوا يسألون بعض ما كنت تتمنى انه تلك الايام ترجع وجواب الكل كان انه لما كنا في السجن عن طالبان كنا نشعر انه نحن قريبين جدا من يسوع لكن الان نحن نصوم نحن نصلي نحن نتوب حتى نلاقي يسوع مو هذا الموضوع غريب لما كنا بالسجن كان قريب جدا لاحظوا المرسلين الكوريين كانوا فرحانين انهم مججونين في قبضة طالبان لانهم كانوا يشعرون انهم قريبين جدا من يسوع كانوا فرحانين لانهم يشتركون في آلامه ومجرد الاقتراب من يسوع فيه كل الكفاية اختباري لما كنت في سجن المخابرات رغم انه الامر كان مرعب رغم انه مرات كنت اغفي واصح واشوف ظلمة لكن صدقوني كان عندي شعور غريب بالاطمئنان رغم انه الموت كان قريب جدا جدا لما طلعتوا من السجن بمعجزة كثير ناس تسألون انا وهالا هل بعد وما الرب خلصكم بمعجزة تتمنون انه هذا الاختبار ما صار في حياتكم لا لانه الرب كان قريب جدا جدا الرب كلمنا بشكل خاص جدا جدا بحيات كل حياة الامان لم يكلمني الرب بهذا الوضع لاحظ استفانوس لما كانوا ديرجمونه حتى الموت استفانوس رفع يديه الى السماء وقال انا ارى ابن الانسان واقف عن يمين عرش الله قل كتاب وكان وجهه يلمع كملاك ليش انو شاف يسوع قصة شدرخ وميشخ وعبد ناغ لما اوقي بهم في اتون النار نبو خد نصر قال الم نلقي ثلاث رجال انا شايف اربعة والرابع شبيه بابن الالهة لاحظ في وسط اتون وظروف الصعبة نحن نلمس حضور الله لهذا يا اخوتي انا اشجعك من اليوم انو تطلعون تروحون وتتكلمون عن يسوع وتصنعون تلاميذ وبينما انتم تذهبون وبينما تصنعون تلاميذ وبينما تعمدون باسم الاب والاب والروح القدس حضور الله حيكون وياكم امين لما نروح لما نتلمد لما نشتاز في ظروف صعبة حضور الله رح يكون معنا هنا بيقول رح تطهد ايه اكيد اذا كنت في مشيئة الله رح تطهد يعني ما دام رح تكرز اكون مقاومة رح تطهد نعم رح تمر في ظروف صعبة نعم رح تشعر في حضوري معك اكيد رح أكون معك الى الابد روح المجد والله سيكون عليك سؤالي سؤالي هل انت دا تطلب اليوم هل انت دا تطلب اليوم او انت دا تطلب راحتك ساعتك امنك ترفون انا اتكلم بمحبة اتكلم للناس اللي صار لهم عشر سنين في الايمان عشرين سنة في الايمان هل تعتقدون انه الخلاص مراتنا اعتقد ومرات فكرك دا يعتقد او فكرك دا يعتقد خلاص هو يسوع غفر خطايي مات على الصليب من اجلي وراح اروح للسماء هل هذا هو الخلاص الخلاص هو انه يسوع يتصور فيك انه انت تموت ويسوع يتصور فيك وانت تكون يسوع على الارض انت تعلن يسوع من خلال حياتك يسوع يكون حي فيك هذا هو الخلاص اذا يسوع مو حي فيك اذا قل لك انت انت ميت انت ميت يمكن هل تطلب او تطلب عطايا هل تطلب مشيت او مشيت تطلب او تطلب غينة سعادة وراحة اذا قل لك هو اوطال من كل شيء سؤال اخر شنو الشيء اللي تطلب هسا شنو اكثر شيء انت تفكر بينه خلال اليوم هل اكثر اكثر من اولادي اكثر من الخدمة امين انا خلصت كثير من الناس تهرب من الالم تحاول تهرب من الالم بس الرب علمني ان اطيع من خلال الالم وفي يوم سألت الرب يا رب ليش دا امر في ظروف صعبة ليش يا رب ضروري اتألم الرب قال لي ايه ضروري لان اذا دربك انو طياني وريدك تمشي بفكري مو بفكرك ضروري ديفيد وركلسون انتقل الخادم هذا للمجد قال هاي الكلمات قال ماكو خادم راح يكون مستخدم بقوة من دون ان يتألم ماكو خادم ريد الرب يستخدمه بقوة من دون ان يتألم تابعون هاي الكنيسة كان ممكن تصير عشرة الاف عشرة الاف يمكن اذا نحسب عشرة الاف شخص سافر من الكنيسة تابعون ليش لانهم يهربون من الالم بس اذا تريد تعرف تريد تعرف ليش انت في العراق ليش الله امخليك في العراق تشتاس في الالم من يريد يعرف من يريد يعرف من يريد يعرف ليش اللهم خلينه في العراق يشتاس في الالم البقين ما تريد انتعرفون أرفعوا إذا يكم إذا تريدون تعرفون. اللهم خليك في العراق لستبقاء حياة. في تكوين 45 يوسف قال لأخوته الله أرسلني أمامكم لستبقاء حياة. طبعا هذا رح يصير إذا أنت كنت نور إذا كان يسوع متصور فيك إذا لا ابدأ من الأول. طبعا خلي يسوع يحيا فيك وبعدين يخليك نور وشهادة للمسيح. بولوس لما كان أسفل السفينة مع السجناء دا يعاني من الأمواج والعاصفة في نفس الوقت كان أكوا ناس بالطوابق العليا دا يأكلون ستيك متمتعين ولا همم يسمعون كلمة الرب. بعدين لما العاصفة اشتدت بلشوا يرمون الأكل بس بالأول وجواب العاصفة دا تضربوا بالسجناء لكن بولوس تعرفون بولوس؟ ما صلى يا رب ليش دامر بكل هذا؟ لكن صلى يا رب اكشفلي عن طريقة لتخليص السفينة. لحظة إذا انت سمحت لالله أن يقودك عبر الألم الله سيستخدم هذا الألم لمجده. قلوا ساعدني أن ما أحراب من الألم. إذا الرب كلمك إذا الرب كلمك وإذا ناوي تهرب أهرب. بس إذا ناوي تكون في خط مشيات الله إذا الرب كلمك اليوم قلوا ساعدني أن لا أهرب من الألم. الله بقاك في العراق ليستبقاء حياة. الله أرسلك ليستبقاء حياة مثل يوسف. قلوا ساعدني يا رب أن أتعلم من الألم. أنك أنت تريد تستخدمني. أنك أنت ترسلني ليستبقاء حياة. اقول يا رب قودني عبر الألم. قودني عبر الألم. قلوا قودني عبر الألم. قل يا رب استخدمني يا رب. قل يا رب استخدم الألم لمجدك. إذا كان الرب كلمك قلوا ساعدني في أي ضرف أشتاز بينه أن أتكل عليك ساعدني يا رب أنه في أي ضرف أشتاز بينه أنه أثق فيك أنك أنت تقودني لكنك أنت موجود معي في كل خطوة يا رب قلوا يا رب أشكرك لأجل يسوع اللي يتحمل الآلام من أجلي على الصليب أشكرك لأجل يسوع اللي صار مثال حتى نتبع خطواته قلوا يا رب أشكرك لأجل ابنك يسوع اللي احتمل الصليب من أجلنا وقام من الأموات لأنه بسبب قوة القيامة نحن نقدر أن نشتاز في أي شيء مرفي بسبب قوة القيامة نحن نقدر نشتاز في أي شيء قل يا رب الصلاة اليوم يا رب أنه بينما تجي التجارب على كل واحد من عندنا الصلاة يا رب أنه أنه ما نكون متفاجئين يا رب كانه شيء غريب حصل لنا يا رب يا رب أنا أصلي الآن يا رب أنك أنت تجي وتخدم كل واحد من عندنا يا رب كل واحد من عندنا عنده مشكلته الخاصة كل واحد من عندنا عنده ضروف صعبة يا رب يا روح الله تكلم إلى كل واحد من عندنا من كلمتك يا رب قلوا يا رب سمحني لأنه مرات هربت من الألم سمحني يا رب مرات يا رب ذمرت على الألم سمحني يا رب لأنه مرات تمرت على الألم سمحني يا رب لأنه مرات كثيرة ما كنت فاهم يا رب أنه الألم أحد الدروس المهمة في مدرسة التدريب الإلهي قلوا يا رب ساعدني حتى أنجح في الامتحان قلوا ساعدني أنه أحتمل التجربة يا رب ساعدني يا رب أنه أتحمل الألم ساعدني يا رب أنه أفهم أنه لا يوجد مجد من دون ألم أشكرك لأنه لنا رئيس كان مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة قادر أن يعين ضعفاتنا أشكرك أشكرك لأنه فيما قد تألمت مجربا تقدر أن تعين المجربين ساعدنا يا رب ساعدنا أنه نحمل الصليب ساعدنا يا رب لما نتألم بحسب ما شئتك أن نستودع نفسنا بين يدي الله اليوم يوم يمكن أنت لحد الآن لم تقبل يسوع خلو الشخصي لحياتك حد اليوم ما قررت تدبع يسوع ويمكن اليوم أنت تريد تدبعه يمكن أنت لم تقرر لكن اليوم أنت تريد تدبعه بساطة أنكر نفسك بساطة سلم حياتك بساطة تتوب أموت عن الجسد واتحد مع يسوع قلوا ساعدني أنه من اليوم أحمل صليبي وأتبعك ساعدني يا رب من اليوم يا رب أنه أنكر نفسي ساعدني اليوم يا رب أنه أموت عن الجسد وأتحد مع يسوع ساعدني ساعدني يا رب قلوا ساعدني حتى أتكلم بالحق مهما كان الثمن قلوا ساعدني أتكلم بالحق مهما كان الثمن قلوا ساعدنا نجتاز الألام بفرح ساعدنا يا رب أن ندرك أنه جميع الذين يريدون أن يعيشون بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون ساعدني يا رب أن لا نستغرب لما الظلم يزداد لما العالم يبغيط ما ساعدنا طيعك أكثر من الناس ساعدني يا رب أن ندرك أنه قد وهب لنا لا أن نؤمن فقط بالمسيح لكن أن نتألم من أجله قد وهب لنا لأجل المسيح لا أن نؤمن به فقط بل أن نتألم من أجله ساعدني يا رب أن نفرح ساعدني يا رب أن نكون مثل مرسلين الكوريين يا رب ساعدنا ساعدنا أن نشترك في ألمك بفرح ساعدنا يا رب نفرح نفرح يا رب ساعدنا يا رب ساعدنا يا رب ساعدنا يا رب أعطينا مجاهرة بالإنجيل أعطينا الجرأة يا رب ساعدنا نتكلم ساعدنا أن ما نصمت ساعدنا أن ما نخاف ساعدنا أن نطيعك يا رب ساعدنا أن نكون نور في وسط عالم مظلم اليوم نشترك بالمائدة وأنا ما أعتقد أنه أكو طريقة أفضل من أنه ننهي هذا الاجتماع أنه نتناول من المائدة كان مفروض أنه نتناول قبل أول أحد بالشهر بس أجلتوه لأنه دعرف هذا اليوم رح تكلم عن الألم خلينا نتذكر عمل يسوع اللي سوانه ثم كسر خبز قل أخذ الخبز وكسر لما كسر قال هذا هو جسدي المكسور من أجلكم خبز المكسور يرمز إلى أريد أسمع صوتكم خبز المكسور يرمز إلى جسد الرب يسوع المكسور الصليب بمعنى هذا الخبز يرمز إلى ألام المسيح والكأس يرمز إلى والدم يرمز إلى ألام المسيح هذا الجسدي هذا الدمي وبعدين ديقول خدوا كلوا يشربوا صح؟ 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 قلنا أنه الخبز رمز للجسد صح؟ أوكي؟ صح؟ وبعدين المسيح هو رأس الكنيسة وجسد وين؟ الكنيسة يقول جسدي متألم مكسور من أجلكم وأنا أريدكم تشتركون بالمائدة حتى حتى أنتو الكنيسة تتألمون معي سؤالي هاليوم لما تتناول كناس تتناول يومية لما تتناول تعرف شنو معانا التناول هل أنت مستعدة تموت معه؟ مستعدة تتألم معه؟ مستعدة تحمل صليبك؟ اليوم أنا أريد إذا أنت مستعد فعلا إذا أنت فعلا تؤمن أن يسوع مات من أجلك إذا فعلا تؤمن أن يسوع مات من أجلك وإذا كنت فعلا مستعدة أن تتألم معه قف في مكانك بينما المائدة تكون قدامك يا رب أنا أصلي أن يدك تكون ممدودة وتبارك هذه المائدة يا رب أنا أصلي يا رب أن تساعدني يا رب لما نؤمن هذا حقك يا رب يفتح عيوننا مثل ما فتح عيون تلميديا عمواس يا رب يا رب أنت تألمت جسدك كسر من أجلنا وأنت تريدنا نشترك في المائدة أنت تريدنا يا رب أن نشترك في آلامك يا رب أنا أصلي كل من يتناول ينال بركة كل من يتناول يا رب عيونه تنفتح ويا رب يصير عنده إعلان عن هذا الحق يا رب وصل يا رب بركتك عن كل شخص موجود يا رب وصل يا رب أنه إن كان شخص يا رب ما زال ما يعرفك يا رب وصل يا رب أنه في هذا الوقت أنه يتوب ويسلم حياته إليك يتقدمنا المائدة في الدسم يسرعي أمين